انا عايز اقول برضو لكل ام بتسمعنا الحرارة دي نعمة ربنا بعتهنة الجسم بيعملها علشان يقوم بها المرض الناس بيبقوا بانيك جدا من ارتفاع درجة الحرارة ودي بش حاجة علمية الجسم لما بيخش فيه ميكروب عدوى بكتيرية او فيروسية من حكمة الجهاز بتاعنا الجسم البشري انه بيرفع درجة الحرارة درجة الحرارة لما بتترفع بتخلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا والفيروسات الناس بتقلق تقول لي يا دكتور بس الحرارة بتعمل حاجة في المخ الكلام ده غير علمي على الاطلاق في الاطفال بتوعنا من 3 ل 4 5 في المية عندهم عرضة مع ارتفاع درجة الحرارة يحصل لهم حاجة اسمها التشنج الحراري ودي كومن في العمر من 6 شهور لسنتين بتقل حدتها لغاية 5 سنين نادرا تحصل بعد 5 سنين بنقول لهم بفرض ان الطفل سخنه حصل تشنج بيلي راسه بشوية مية وسبية خلال 3-4-5 زيائق بالكتير بيرجع تاني لحالته الطبيعية لو الحالة طولت انزيل الاقرب مستشفى اما حكاية ان الطفل جات له سخنية وحصل له مشكلة بعدها بالمناسبة كمان ان الدولة حاليا بتعمل تطعيم لكل المدارس للحمة الشوكية او الالتهاب السحائي وده برضو كل ام بتسمعنا لما يجيلي الجواب من المدرسة لتطعيم ابنك هذا التطعيم هو حاليا شغال في المدارس للوقت البعض الفئات العمرية ده تطعيم مفيد جدا الحمد لله المرض ده بسيط جدا في مصر ملو السورة وبائية في مصر